ملخص درس أصلي صلاة التراويح جماعة إذن صلاة التراويح أو صلاة القيام من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك وحث على قيامها في رمضان ورغب فيها اقتداء بالحديث النبوي الشريف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهي صلاة ليلية كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرادا وجماعات فهذا يصلي بجمع وذاك يصلي بمفرده قبل أن يجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد يصلي بهم التراويح لهذا يجب علينا أن نحرص على أداء صلاة التراويح في رمضان إذن صلاة التراويح كما نعلم فهي من الصلوات المسنونة إذن صلاة مسنونة ليست بصلاة مفروضة متى تصلى؟ تصلى خلال شهر رمضان المبارك متى بالضبط؟ بعد صلاة العشاء وهذه الصلاة تسمى أيضا بصلاة القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيام رمضان من بين أهم الشعائر الدينية التي تعتبر من قيام رمضان هي صلاة القيام وهي صلاة التراويح وهذه الصلاة قلنا هي صلاة ليلية كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرادا وجماعات هناك من يصلي بجمعه هناك من يؤديها بمفرده إلى أن جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد فأصبحت تصلى جماعة في المسجد بعد صلاة العشاء ترجمة نانسي قنقر